بعد سنة من الفريلانسنج سألت نفسي سؤال هو انا تعلمت ايه في الفترة دي واقدر اقول ان الحاجات دي كانت من اهم الحاجات اللي خلتني اقدر يبقى عندي استمرارية واقدر اخلي الفريلانسنج هو my full time job او ان انا يبقى ده شغلي الاساسي ومعنديش اي شغلة تاني الفكرة ان دايما بقى عندنا تخوف رهيب من طبعا مليل اصابت وقت ازاي ازاي طب ايه كل الحاجات دي انا هقول لكم في الفيديو ده على عشر حاجات تقدروا تتعلموها مني او يعني بان اقول لكم خبرتي يعني في عشر حاجات انا اتعلمتها في السنة اللي فايتت لما بدأت فريلانسنج وخلتني اكون اشتر وانجح وبعمل فلوس اكتر اهلا بيكم في الشانل بتاعتي انا ماري حداد والشانل بتاعتي اسمها learn with mary كان اسمها البص وغيرته وبعدين بقى اسمها ماريني كلها حداد على اسمي بس محدش بيعرف يقول اسمي فقررت يبقى اسمها learn with mary فتتعلموا معي واتعلم معيكو كل حاجة لي علاقة بازاي نعمل فلوس اكتر نعمل فلوس اكتر في فيلانس ديشتر مايكتنج وزاي وعنونا بريسنال بانتعرف تخدم على كل ده تعالوا بقى بينا نبتدي في موضوع الابسود بتاعتي النهاردة اول حاجة تعلمتها عشان ابقى فريلانسر اي شاطرة وهي ان انا اخد الليب اوفايت ان انا ما بقاش خايفة من ان انا ابتدي اكتر حاجة اخرتني وخسرتني فلوس ان انا ما عملت الشروس في الوقت ده ان انا خفت من الاول ان انا ابتدي كنت دايما بقول لنفسي هو انا في حده هيكلمني كاول مرة يعيني عنده ويشغلني فريلانسر ما عنده سبعين الف حد تاني ممكن يشتري منه واشمعن هيجي يشتري مني انا وكدت بقى ايه وعمل بعمل حاجات كده لا يا جماعة لما ابتديت الموضوع تلع واثت جدا الموضوع بس عايز ان انتو تاخدوا الرزق خدوا الرزق خدوا ليب وفيز ان انتو تبتدوا واوحش حاجة بجد هتناموا عليها ان انتو امتتدوش بدري عن كده فما بقولكوش تيبو شغلوكو وروحوا فريلانسر على طول لا بالعكس بقولكو اعملو ده جنب شغلوكو يبقى عندكم مصدر داخل تاني جنب الفول تايم دروب بتاعتكو يبقى عندكو بروجيكت في الشهر بروجيكتين تقدروا تدخلوا منه وفلوس كل ما بتستنوا كل ما الوقت بيتأخر اكتر فانتو تعملوا فلوس اكتر وكومفت نصر نكحة هو الديسبلين الديسبلين يعني ان انا يبقى بالبالج دي كده عندك امانة تجاه نفسك وتجاه شغلك ان الشغل ده حيخلص انت بعندك ديسبلين انا بسح الصبح هشتغل النهاردة على التو بروجيكت ستقول طب صاحبي احنا نازم ننزل النهاردة وعندنا حفلة لا انا وراي شغل انت في الانسر متشتغل اي وقت تاني لا لازم عندك امانة في شغلك ان انت الحاجات الوراك لازم تقلص في معايد معين لو انت مش موتيبيتد ومش قادر فانت كده كده مش مت تشتغل في شركة فمحتش هيعبضك والله لو مشتغلتش براحتك فعشان محتش هيعبضك محتاج يبقى عندك ديسبلين ان انت في الشغل بتروح تشتغل عشان عارف ان انت لما روحتش هيتخصم منك وهتخسر فلوسك نفس الحاجة بالفريلانسنج انه بيبقى الراكيب عليك هو نفسك فمحتاج يبقى عندك ديسبلين ده عشان تعرف تكون اشطر وتجيب شغل اكتر لازم يبقى عندك ديسبلين كويس وده اخدنا لثالث نقطة وهي التايم مانجمنت ان انت يبقى طبيعك ديسبلين كويس لازم تحط خطة واضحة لتايم بتاعك عشان تبقى عارف انت هتشتغل انت وازاي انا من الحاجة اللي انا بحط دايما وقت مخصص في يومي انه انه ده وقت شغل لو حصل ايه وقت شغل لو انا مثلا زيما انا مسافرة مسلا في دهب ودي نتكلم فيه عالدسبلين والتايم مانجمنت موكي كتب عشان انا عارفة النهاردي يجب خلص الشغل ده والناس مسافرة طلع اللاجونة طلع على البحر انا في الوقت ده حقود اشتغل لو انا عندي رفاهية إن أنا أبدل المعدة بإن أنا أطلع البحر مثلا الصبح وبالليل أقعد أشتغل تمام كان بها أعمل كده بس دايما يبقى عندي من قبلها بيوم تايم مانجمنت معين سكتجول أنا حمشي عليه عشان ما سيبش اليوم كل الحاجة تبقتيها كده لو أنا عندي تاسك معينة بس عايزة أخلصها فأنا حدلها مثلا ساعتين لتلات ساعات في يومي لو سبتلها اليوم كله فأنا حصحى الصبح ما أنا ما وليش بقى شغل بقى فيكست أورز ما بروحش من تسعة لخمسة فمحتاج يبقى عندي وقت معين بنضبط بي وبمشي على أساسه فبدل ما أحطت التاسك مثلا في ثلاث ساعات وقول أنا هعملها بكرة بكرة هذا التاسك هتفتح منك طول اليوم فهتبقى وقت كتير قوي ومش هتخلصها بشكل افكتب وبروكتب لو حطيت التاسك دي ساعتين أو ثلاث ساعات هتحول تنجزها في الساعتين وثلاث ساعات دول فحيول تتحل تساعدك أنه هو يساعدك أن أنت تبقى بروكتب أكتر وطبق أحسن ده حياخدنا لرابع حاجة وهي أن أنت بقي عندك إفكتب سيستم عندك سيستم تقدر تمشي عليه في شغلك تعرف تزبط عليه كل شغلك وحاجتك عشان ما توقعش منك حاجة لما تشتغل فيلانسك بيبقى عندك شغلانات كتير قوي ودي نحن نتكلم عليها في بوينت جاية فأنت محتاج تكون أنت اللي بتنظم وقتك أنت اللي بتنظم ورائك بتنظم التسقاط الوراك بتنظم الحاجات اللي أنت عايز تعملها فمثلاً لو أنت هتنظم وقتك أنه في نقطة اللي فاتت أول ساعة في اليوم بتقعد على فيلانسك ويبسايت تعمل كومنيكيشن أو البزنس دي بالوت من بتاعك أن أنت تجيب عملاء الساعة من الثلاثة مثلاً لحد الثلاث ساعات اللي وراهم مثلاً هتكون بتشتغل على تاسك معينة ده هتحطه فين؟ حت تايم مانجر على الكالندر بتاعتك وده سيستم أن انت كل تايم مانجممت بتاعك ما عندك إيه من الساعة لالساعة كذا بتحطه على الكالندر ده سيستم التاسك سباق اللي بتجيلك بتحطها مثلاً على حاجة من الحاجات بتاعت التاسك مانجرز وهي ترالو او انك تحطها في نوت بوكس وتقدر تكون بتفالواب عليها كويس ما توقعش منك اي حاجة وتحط المايندرز على التليفون ده سيستم نازم تعمل للشغل بتاعك فلو انسي ابي كده من اول ما كلام بيخوش تحن بيخلص يقدر يخليك ما توقعش اي حاجة منك سواء بيمنت ممكن تاخده منه فلوس او حاجات ممكن تسلمها له فيأثر على علاقتك بكلامت ويخليه ما يشتغل معك تايم خامس حاجة ودي ترجعنا لنقاط لكم نتكلم فيها قبل كده هي انه you need to learn more than one skill مش السكيل بتاعتك الوحيدة اللي انت عارفها كفيديو ادتر جرافيك ديزاينر او دشتر معي كتير هي السكيل الوحيدة اللي هتعرف تبيع نفسك بيها للعميل لو انت شاطر اوي في الفوتوشوب واقصادك واحد تاني شاطر اوي في الكمنيكيشن ونص نص في الفوتوشوب هيعرف يتبع العميل اكتر من ان انت شغلك احسن لان في الاول وفي الاخر احنا بشر ونقتنع لما احد يتكلم معنا اكتر وكده فهل ده معناي يواري يعني ان انا عشان باعش عملك الفوتوشوب لازم راح اخد كورس سيلز وكورس اعرف زي اعمل مش عرف ايه لا محتاج تتعلم بس البيزيكس بتاعت الكمنيكيشن محتاج تتعلم البيزيكس بتاعت النجوشيشن ازاي تعرف تبيع نفسك فعلا لقدامك ان هو يقتنع ان انت اكتر حد صح يقدر يشتغل معي على البروجيك ده فده اللي برجع اقوله لكم ان انتو يومكو مش بس في التاسك اللي انتو هتعملوها الكلام ممكن تزودوا في يومكو كمان ان انتو تتعلموا حاجة جديدة فدايما كفريلانسر زي قلت قلت ده في فيديوهات القديمة انه لازم دايما نكون منعلم نفسنا من نفسنا حاجات جديدة عشان مفيش اي مصدر تاني ان احنا نتعلم منه غير نفسنا البوينت الوراها هي ان انتو لازم تتحوشوا قبل ما تبتدوا حاجة اسمها امرجنسي فوند امرجنسي فوند ده هي ان انتو تتحوشوا من 3 ل 6 شهور من مرتبكو الاساسي لانتو كنتو بتاخدوه وانتو شغالين دوام كامل عشان لو قدر الله لو حصل اي حاجة يبقى المبلغ ده بيسنتكو كونك فريلانسر ده معناه انتو الشخص القائم الوحيد في الشركة مفيش حد غيرك لو انت عيت ما حدش عشي المكانك لو صفرت اجازة ما حدش عشي المكانك لو انت تعبت ما حدش عشي المكانك لو انت مش قادر تشتغل ما حدش عشي المكانك لو انت اجزت مش تاخد مرتب برضو لو حصل اي حاجة لا قدر الله لو بتطبك باز مش هتعرف تشتغل لفترة معينة نازم عندك فلوس تسندك لو انت بفترة حتى ما بيجي لكش عمل فيها كتير والدنيا مريحة يكون عندك فلوس بتسندك لمدة 3 ل 6 شهور لحد ما تصلح وضعك ودنياتك تتزبط انا من الغلطات ان انا ما عملتش امرجنسي فوند وابتديت كده على طول ففي فترة لما والدي اتعب وتوفى انا خسرت كل الكلاينز بتوعي وفي جد كنت بستروجل جدا ان انا قمعايا فلوس فندمت اوي ان انا ابتديت على طول من غير ما يكون عامل حسابي على اللحظة دي عارفيني بتقول ان انا مكنش عامل حساب اللحظة دي ان هي بقى اللحظة دي وبتقول عادي يعني ان لي هيحصل لا بالعكس لا محتاج فعلا تعمل حساب اللحظة دي وده ياخدني لحاجة للبوينت الوراها وهي ان انا يبقى عندي وعي بنفسي ونفسيتي وسحيتي النفسية والعقلية كانت مفيدة جدا لشغلي انا اللي خسرني الوقت ده كل الكلاينز بتوعي وخلاني مش قادرة اكون باشتغل هو وفاة والدي وده اصر على نفسيتي جدا وخلاني مش قادرة رد مش قادرة اتعان مع الكلاينز ولا اي حاجة وحيا كمان كانت بدايني قوي ان انا عندي ابكار كتير وتعسكس كتير ومش عارفة نظم واقتي وحاس ان انا دايما دايما عرفت ان انا اتشخصت وهو زي الاده دي باسم وده اي حاجة قسمها تنشن دس اوردر ان انا انا فيبقى عندي تاسكس تير او خلاني وحياة تير او خلاني وانا مخي مستوعبش كل ده وبيهنك بهنك كده لما فهمت انا مالي وقدرت اتعامل معداء بقيت برودكتب اكتر بكتير وسمحت نفسي ووطلت اللوم نفسي ان انا هو ليه مش قادر اخلص تاسكس على طول مرة واحدة وهو انا ليه دايما مهرجلة كده ودايما مفك في سبعين الف حاجة وهو انا ليه مش منظمة وهو انا ليه دايما بلوم نفسي دايما بلوم نفسي بديني اكتشافت ان ده مرض عندي و it's okay وكررت لما عرفت مالي ان انا ابتدي اخلق حاجات في يومي في السيستم بتاعي اللي انا قلتلكو عليه قبل كده تقدر تخليني مركزة اكتر تنظمني وقتي اكتر وتنظمني اناي وتفكيري اكتر عشان ما سقطش اي حاجة وحيس ان انا دايما انا دايما ورايحة هنا وجاية هنا ومش عارفة اعمل ايه النقطة اللي وراها وهي ان الساكساس is not linear كفريلانسر انت كفريلانسر عمرك و هتبتدي تعمل كده الفريلانسر دايما 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 بتبقى حياته عموما ups and downs ومن الاول بجد لو عايزين انت كلمات دايما بتبقى عاملة كده وكده بعدين بتطلع قوي وتبتقي تنزل بقى تاني وسعمرها ما هتنزل لتحت قوي لو انت عملت كل الحاجات اللي بيقول عليها دي بس اقتناعك بانه انا هبتدي وحعمل فلوس بكرة الصبح لا واقتناعك انه انا هبتدي مش حعمل فلوس اسر لشام حدش حيبوسي انا اللي ما بعملش اي ججز قبل كده ومشتغلش على ا هاي موقع موقع الفريلانسر دايما هتقدر تعمل فلوس اه هتقدر تعمل فلوس بس خليك عارف انه السكساس ريت بتاعك هيمش بالراحة شوية وفجأة هتلاقي موطوع بجد ويرث جدا وميعملك فلوس احسن الاول بكتير وده اخدني مقال النقطة اللي غراها والنقطة اللي جاية هي انت محتاجك تبراند نفسك في الكميونيتي اللي انت فيها محتاجك تعرف الناس انه هاي انا مريحة دايما بشتغل في الماركتنج هاي انا مريحة دايما بشتغل في الماركتنج بقول ل انت مريحة دايما اوام اعرف واناي شغل في الماركتنج اي واحد في حواليه حيفكر في حد الماركتير ها يبتكر مين انا انه مشغل في الماركتنج متكسف انت تقول الدايرة اللي حواليك ان انت فيديو ااديتر او ان انت تعملي فوتوشوب وكرافك بزعين او ان انت بتفهم في دشتر ماركتنج او ان انت في يوم من الايام هتفكر انا محتاج دشتر ماركتير اكلم مين مري مري فعلا تشاطر في الموضوع دا خلينيه الناس كلها عارفة حاجة زي كده ما تكسفوش ان انتو تروح تقول الكومنسي بتاعتكم لان هما ممكن يكونوا عندكم وانتو مش حاسين وده البراندنج الافلاين وبراندنج الانلاين انت تعمل بيج على انستجرام او على لينك انت قدر تكون متسوع عليها شغلك وبتتكلم فيها اكتر عن نفسك وعن شغلك وتدي فاليو بيها للناس عشان يجي لك كلاينتس اكتر هل ده اساسي لا بس الافلاين ده اساسي برضو بيساعدك اكتر والانلاين لو انت مش ايضا بيقى عندك على الانستجرام والانك بتشارع عليها نجاحاتك والحاجات اللي انت بتعملها دائما انتوار من الاقانت بتاعتك على اوبورك او على فايبر او على خمسات وكل الكالندر ودي كت اخر حاجة في حلقتنا النهاردة بابسود ليرن وذ ماري تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتبتحوا نتفيكاشن تفعلوا الجرس عشان لما ينزل اي فيديو جديد ما يفوتكوش واقولولي في قومنت لو البزي ده عجبكو ولو عندكو اي سؤال انا هحاول ارد عليكو اشوفكو الابسود الجاية باي باي اشتركوا في القناة